اشتركوا في القناة موسيقى 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 يتفضل الآن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفرد حفظه الله بالكلمة السامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود في البدء أن نرحب بكم وأن نتوجه بالشكر والتقدير لجميع منسوب وزارة التربية والتعليم من مسؤولين وأساتذة كرام وطلبة وطالبات على مبادراتهم ونشاطاتهم الهادفة والمتنوعة التي تقوم بها للاحتفاء والاحتفال بعيادنا الوطنية المجيدة من خلال المهرجانات التربوية السنوية البحرين أولا والاحتفالات الخاصة بذكرى ميثاق العمل الوطني ولقد سعدنا كثيرا في مشاركة أبناءنا وبناتنا فرحتهم بأعياد الوطن وبرؤية تعبيرهم الصادق لحبهم وانتمائهم وولائهم للبحرين كما تابعنا بكثير من التقدير المساهمات الطلابية وما حملته من مضامين وطنية أصيلة أوصلت لنا طبيعة المساعي التي تبدلها مؤسساتنا التربوية في تشكيل ثقافة الانتماء الوطني ومساعدة أجيالنا على ترجمة الشعور بحب الوطن إلى سلوك مسؤول ووعي مدرك لواجباتهم الوطنية وهي جهود لا بد لها أن تتواصل عبر الخطط والبرامج التربوية المتخصصة بتركيزها على التعريف بموروثنا التراثي العريق النابع من محيطنا العربي بحضارته القنية والتأكيد على مبادئ ديننا الحنيف الداعية للتسامح والاعتدال وتنمية الثقافة الوطنية وتأصيل مفاهيم المواطنة الإيجابية فكراً وتطبيقاً ونود هنا التشديد على حج وجسامة المسؤولية التي تتولاها الكوادر التعليمية والتربوية في حمل رسالة العلم ونقلها بأمانة وطنية خالصة لتحصيل فكر الأبناء من التطرف والتحيز الفكري والطائفي وتعميق حسهم بالمسؤولية الاجتماعية وتمكينهم من حفظ واحترام حقوق وطنهم عليهم مقدرين لوزير التربية والتعليم وفريق عمله حسن تطبيقهم لتوجيهاتنا من أجل تطوير الأنظمة والمناهج التربوية موجهين بهذه المناسبة بأهمية تنشيط العمل بمكتبة الملك حمد عبر إتاحة مقتنياتها العلمية والفكرية للباحثين والدارسين لتكون خير رافد للإنتاج والنشاط الفكري والمعرف على المستوى العالمي والوطني وبما ينسجم مع رؤيتنا لدورها ومكانتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتشرف الآن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني أن أقف بين يدي جلالتكم الكريم لأعبر لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسبي التربية والتعليم أن أسمى معاني الشكر والعرفان على تفضلكم بهذا التكريم التاريخي الذي يقام في قصركم العامر للعاملين في مهرجاني البحرين أولا وذكرى ميثاق العمل الوطني الذين شارك فيهما الألاف من الطلاب والطالبات بتعبيرهم العفوي الجميل عن محبة جلالتكم واعتزازهم بعهدكم الزاهر سيدي حضرة صاحب الجلالة ماذا يعني لنا مثل هذا التكريم الغالي لمسيرة التربية والتعليم أنه يعني دعم جلالتكم المتواصل واللا محدود للتربية والتعليم وأن المسيرة التعليمية في بلادنا تشقل حيزا كبيرا من فكركم النير والمشهود له محليا وخارجيا ببعد النظر وباستشراف المستقبل والحكمة الفذة وهو تكريم يبين رعايتكم لمستقبل أجيال شعبكم الوفي الذي تولون جل اهتمامكم وتسهرون على راحته فنلتم بذلك محبة صغيرة قبل كبيرا ولنسألنا يا صاحب الجلالة الذين يقفون اليوم بين يدي جلالتكم عن عميق مشاعرهم فلن تجدوا سوى الشكر والتقدير والامتنان لما تحقق لهم ولزملائهم من إنجازات ومكتسبات شملت سائر أوجه الحياة ولعل البعض يتساءل من أين تستمد الوزارة القدرة المتجددة على الإنجاز والتطوير نقول وبكل فخر إننا نسير على هدى من توجهات جلالتكم الحكيمة الملهمة ونعمل على ترجمتها ونستمد من قبساتها كل عون لذلك كانت الثمار طيبة والنتائج مشرفة رصيدا للوطن وهذا ما شهدت به التقارير الإقليمية والدولية واليوم نفتخر في عهدكم المشرق بأن مملكة البحرين قد أنهت الأمية الأبجدية وبدأت العمل في برنامج محو الأمية المعلوماتية مستذكرين أن أبرز المشروعات والبرامج جاءت من فكر جلالتكم مستذكرين بكل الاعتزاز مشروعكم لمدارس المستقبل الذي أوصل التعليم إلى مرحلة متقدمة ارتقت أيضا بأمركم بالانتقال إلى المرحلة التمكين الرقمي للتعليم لتصبح المدرسة قادرة على التعامل دراسيا وإداريا باقتدار مع الوسائل الإلكترونية كما يشرفني أن أعلن بأن الوزارة باشرت في ترجمة أمركم الملكي السامي بالعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء إلى الهوية البحرينية العربية الإسلامية وبناء حصون التسامح والتعايش والوحدة الوطنية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية وبدأ العمل الفعلي في المشروع الرائد المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم في زمن المسؤولية الوطنية التي تعلمناها من سيرة جلالتكم فإننا نعمل يد تبني وتطور التعليم وعين تسهر على وحدتنا الوطنية وحماية الأبناء الطلبة من الأفكار الهدامة التي قد تؤثر على عقولهم أو قلوبهم سيدي حضرة صاحب الجلالة أصحاب السمو الحضور الكرام ختاما فإن مسيرتنا تسير بخطوات واثقة وطموح متجدد بفضل دعم جلالتكم الكريم ومساندة واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله مؤكدا في هذه المناسبة الوطنية بن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مبادرات وبرامج المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للارتقاء بمخرجات التعليم وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة والإنجازات المشرفة فإننا لن نتوقف في سعينا لمزيد من التطوير لأن سقف التطلعات في ظل قيادتكم لا يعرف حدودا سيدي لقد بدأت كلمتي بأن هذا اللقاء تريقي في معنى ويشرفني أن أؤكد في ختامها بأننا نحمد الله على قيادتكم لهذا البلد فأنتم ترسمون السعادة والأمل في كل بيت بدعمكم للتربية والتعليم سائد الله تعالى أن يحفظ جلالتكم ذخرا وسندا للوطن والمواطنين ولتبقى راية البحرين عالية خطاقة في سماء العز والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصيدة شعرية قصيدة شعرية يلقيها كل من الطالب سيد ناصر فيصل القصاب من المعهد الجافري الديني والطالبة آمنة محمد البسميت من مدرسة زنوبية العدادية للبنات من تأليف الشاعر عقيل جعفر من المعهد الديني الجافري السلام عليكم اسمح لنا صاحب الجلال قصيدة بعنوان مملكة التسامح نور نور جبينك والسواعد مطلع في كل ناحية عيونك تسطع بدر وشمس في سمائك أشرقت من كل رائعة خصالك أروعوا في صفحة التأريخ في صفحة التأريخ وجهك لوحة بالنور يرسمها الخلود فيبدعوا مذ أشرق الإصلاح مذ أشرق الإصلاح ضاء طريقنا فالحب يبذر والتآلف يزرع صرنا معا جسدا وقلبا نابضا كل إذا عضون شكاية زعزع ماذا أقول وما أسطر يا ترى والدهر يروي والملاحم تسمع أنتم على صدر الرخاء قصيدة أنتم على صدر الرخاء قصيدة فختامها مسكن وجدك مطلعوا حتى القريض إذا تغنى باسمكم نبضات قلب الشعر طوعا تسجعوا أجدادكم أجدادكم طرحة تسامح أسسوا آباؤكم آباؤكم عهد التراحم شرعوا ولقد تبعتم هديهم طوبى لمن تبعوه بالحسنى ومن هو يتبعون يا نهضة التعليم يا نهضة التعليم يا أفق العلا في عهدكم تسموا العلوم وتبرعوا شملت رعايتكم جميع فئاتنا حتى ذوي الحاجات حين تربعوا فوق الحضارات الوزارة حلقت ليواكب العلم الرقي فيرفعوا بمدارس المستقبل الزاهينما فازدان يا حمد الفضاء الأوسع تاج الرخاء يزين رأس ملوكها لكن ملكك للرخاء رصعوا عسفات مملكة التسامح قد غدت قدماك والقلب المصفى جامعو أشجار جودك أشجار جودك بالتسامح أينعت بمياه حلمك قد سقاها المودعو في كفكم في كفكم أرض السخاء ترعرعت أيديكم نهر يصب ومنبعو أطيابكم أطيابكم كتبت قصيدة موطن أبياتها تعلوا ولا تتصدعوا النور مطلعها النور مطلعها وخير ختامها أزكى الصلاة وعطرطاها الأضوع أزكى الصلاة وعطرطاها الأضوع سلامتكم هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدوبة غداء تكريما للعاملين في مهرجاني البحرين أولا وذكرى ميثاق العمل الوطني هذا وقد تشرف الجميع بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر